موسيقى أرحب فيكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم يرجى الانتباه وايد أسئلة تنطرح فيما يتعلق بعلاج الإدمان والأسئلة محفوظة بالنسبة لنا كمختصين حافظينها علشان تذية حيانا لما تسألون أحد مختص أعزائي المشاهدين اللي عندهم مدمن يعانون منه وايد يقولون ما جاوبنا سألنا فلان سألنا فلان ما جاوبنا لأننا حافظين الأسئلة وحافظين السيناريو لأن الإدمان من أسحل الأمراض القابلة للتنبؤ وهو نفس السيناريو باختلاف الأسماء وباختلاف الأعمار وباختلاف الأجناص نفس السيناريو مدمن اليابان نفس مدمن أمريكا نفس مدمن الكويت نفس المدمنين في الكرة العرضية السيناريو محفوظ شنو علاج ولدي ولدك شفي ولدي يتعاطى مخدرات يتعاطى يتعاطى مدمن إيه زين خلنشوفه نشوفه مدمن إيه والله ولدك رسمي مدمن بس هو يتعاطى المادة الفلانية يقولون المادة الحشيش ما تسبب إدمان كذب مادة الحشيش تسبب الإدمان مادة الحشيش في كثير دول تستخدم لأغراض طبية لعلاج نعم صحيح 100% وهي علاج نعم صحيح 100% ولكنها مادة مسببة للإدمان إذا تمت إساءة استخدامها وإذا استخدمت بشكل مستمر على مدى طويل مسبب للإدمان ليش نشذب ونشذب على أنفسنا زي ممادة المورفين مسكن زي بسيها تسبب إدمان خلت عطاها واحد ثلاثة أربعة أيام بجرعات عالية بيصير مدمن مورفين تهل الموضوع وهي عالة على الهروي أي مادة ثانية ممكن لو استخدامها بشكل مستمر رح يصير الإنسان مدمن عليها زي يعني هذه المادة تسبب إدمان؟ نعم سبب إدمان شنو علاجها؟ أول شي لازم يدخل المستشفى أول شي لازم يدخل المستشفى ما فيها نقاش عزيزي المشاهد عزيزي أسرة المدمن المدمن اللي عندك طالما قاعد يتعاطى لازم يدخل المستشفى ممتاز دخلنا المستشفى سبوع سبوعين وطلع يعني طاب؟ لا يعني تعالج؟ لا شنو علاج؟ قلت ودخل المستشفى زين دخلنا المستشفى سبوع سبوعين احنا أزلنا الأعراض الانسحابية مننا فقط لكن ما عالجنا ما تم علاجه علاج الإدمان يجب أن يتم من خلال التأهيل والتأهيل لا يقل عن ست شهور زين؟ يعني الحين هو مو أوكي؟ لا مو أوكي هو الحين واقف استراحة محارب يمكن بسبب حرصكم يمكن بسبب اجتماعكم عليه يمكن بسبب منعكم له من الخروج من المنزل يمكن بسبب سحبكم لسيارته سحبكم للمصروف يمكن بسبب خوفة هو مصيود من المباحث وطالع من النيابة بكفالة وخايف وماسك أرضه وقاعد وما يبي تعاطى الحين خوفا من المشكلة اللي صايرت ولكن مجرد ما يقل هذا الخوف ويقل هذا القلق ويشعر بالأمان تعكدنا رح يرجع زين شو الحل؟ الحل أنك ترد المستشفى زين نرد المستشفى وبعدين الآن ما فيه عراض انسحابية ممتاز ترد المستشفى يخضع للتأهيل شلون يخضع للتأهيل؟ يخضع للتأهيل داخل منازل منتصف الطريق أي مستشفى في الدنيا فيه منزل منتصف طريق مستشفى العلاج للعدمان فيه منزل منتصف الطريق إذن لازم يدخل المدمن إلى هذا المنزل ويخضع للتأهيل زين؟ ما نعالج عيادات خارجية جلسات كل أسبوع مرة؟ لا ليش لا؟ لا ما يصلح ليش ما يصلح؟ ممتاز ما ينفع أنك أنت تعالج في عيادات خارجية لأنه فيه شغلة اسمها اشتياط للتعاطي رقم واحد رقم اثنين فيه شغلة اسمها اندفاعية في سلوك أي مدمن في الدنيا خاصة اللي توه متوقف عن التعاطي إذا واحد توه موقف صار له أسبوعين صار له شهر إن شاء الله صار له ستة شهر وقررت أنك أنت تخذي عيادات خارجية جلسة بالأسبوع جلستين بالأسبوع ثلاث جلسات في الأسبوع إن شاء الله جلسة يوميا وبعدين يدكسلف ويروح من الجلسة يروح بيتهم كم مدة الجلسة؟ ساعة نزين؟ أنا اليوم عندي فيه 24 ساعة هذه الساعة سوى فيها جلسة شنو راح يسوي بالـ 23 ساعة الثانية؟ يرجى الانتباح أعزائي المشاهدين بعد الفاصل بوضح أكثر شلون تتم عملية علاج الإدمان وليش لازم تتم في مراكز تعهيلية؟ خلكم معاً إذا سوينا معاه جلسة مرة باليوم لمدة ساعة ودق السيارة سلف وطلع من الجلسة وراح بيتهم أنا شلون أضمن إنه راح بيتهم؟ حاطلة تراكر بالسيارة عزيزي المشاهد اللي عنده مدمن مهما اعتقدت أنك أنت ذكي وأنت كذلك ذكي ولكن أنت لست خبير في عالم الإدمان عطيت لتراكر كل ما يهمني عادي بكل بساطة يشيل لتراكر أو يحط السيارة بمكان أنت تثق فيه ويركب مع واحد من ربع بسيارة ثانية عادي لأن الرغبة بالتعاطي تخليه ما عنده أي مشكلة يوقف السيارة بالشارع بمكان أنت تثق فيه ويأخذ تاكسي يروح عند أحد يتعاطي من زين؟ مو بعد الجلسة يوم اليمعة أنتوا متجمعين في البيت وقاعدين وقال لك يا يبوه أنا بروح أتمشى بالحوش شوية فيه احتمال كبير إذا هذا المدمن مو متأهل طبعا مو متعالج ومو راضي بطل يعني مبطل لأنكم أنتم ماسكينة فيه احتمال كبير ترى أنه لما يروح الحوش وهو راح يستلم مخدرات ترى فيه احتمال كبير شون أحمد راح عند الباب وقف عند الباب يطالع الرايح والراد أو ما طلع حتى بره السكة عند الباب مال السكة بالحوش نزل عزكم الله يحك ريولة أو يربط تكرمون حداءة تأكد أن احتمال بهالنزلة وهالصعدة وهو استلم المادة زين شون استلم المادة شون يا مانيات المادة عادي جدا باتصال واحد يدق على البياء يقول له توصل عند بيتنا تحت الباب تلاقي فتحة قط الشغل على اليمين أنت اشترك أنت كأبو أو كأم اشترك وأخذها وحطها بمخباته وما تعاطاها أمنه والحين أمن نفسه صار الليل أنتوا نمتوا خلاص والله ولدنش زينة قاعد معاننا اليوم وقاعد يشوي وتغدينا مع بعض وبعدين رحنا لزوارة مع بعض يحليلة امتعالج والله صار الليل شاف الأمور كلها تمام هادية العموم نام طلع المخدرات اللي هو استلمها عند الباب وأنت لا تعلم وتعاطاها عزيزي المشاهد عزيزتي المشاهدة الأم أو الأب اللي عندهم مدمن يجب أن يتم إدخال المدمن في مكان آمن من التعاطي وين يوجد هذا المكان الآمن من التعاطي هو مصحات المصحة السؤال الآخر الدارج زين بس المصح اللي فيه مدمنين إيه ندري اللي فيه مدمنين ما يخربونه للأسف أن هذا الإنكار ما للأسرة المدمنين يعتقدون أن الناس رح تخرب ولدهم وهو خربان خربان وهو ما وصل إلى الإدمان إلا هو مستوي يعني هو مو محتاج أن يتعلم وهو الحين معلم للإدمان وليس متعلم للإدمان لأنه ماكو عادي يوصل هذه المرحلة يخترب خلاص وهو عارف المشكلة أنا يمكن مو محصل المادة اللي يبيها رح يعصلها مع الوقت مع ازدياد معارفة رح يعصل هذه المادة أنت ما تقدر تمنعها من أنه يأخذ هذه المادة لأنك أنت ما قدر تمنعها من أنه يأخذ المادة الثانية والمادة الثالثة والمادة الرابعة زائد لما تي أسرة وتقول ولدي فقط يتعاطى الحشيش أقول أش دراك يقول هم تعكد أخ شون متعكد يعني يقين شون متعكد أنه ولدك بس يتعاطى حشيش سويت له تحليل ممتاز أقعد مع الولد بخمس دقائق بعشر دقائق أكتشف أنه يتعاطى الدنيا كلها ولكن أثناء التحليل قبل التحليل بثلاث أربعة أيام وهو من قطر ومحصل المادة اللي يبي يأخذ هروين مثلا ما حصل هروين ما عنده فلوس يشتري هروين ما حصل بياع الهروين لسبب أو لآخر ما قدر يأخذ هروين ثلاث أربعة أيام طلع من جسمه سوى التحليل ما في هروين إذن ولدك الحين ما يتعاطى هروين لا يتعاطى هروين بس بالوقت هذا هو كان من قطع نزيل هل في مواد ما تبين في التحليل نعم في مواد وايد ما تبين في التحليل أنت صدفة اكتشفت الحشيش لكن ما اكتشفت المواد الثانية لأنها ما تبين في التحليل لأن التحليل ترى فيه مركبات كيميائية داخل المختبر يسوونها عشان يكتشفون يركبونها مع العين اللي يأخذونها من المريض علشان تبين شنه ياخذ إذا ما حطوا مادة تكشف اللاركة ما رح يعرفون إذا ما أخذ اللاركة إذا ما حطوا مادة تكشف الكحول ما رح يعرفون أنه ما أخذ كحول إذا ما حطوا مادة تكشف الحشيش ما رح يعرفون أنه ما أخذ حشيش يمكنهم أحطوا المادة المتعلقة في الهروين والمادة المتعلقة في الكوكاين والمادة المتعلقة في البنزو والمادة المتعلقة في المريوانا وبس هذا لكن لم يضع المواد الثانية التي تكشف باجئ أنواع المخدرات لم يضع المواد ليس معناتها أنه لا يتعاطى هذه المواد لا يتعاطاها ولدي تحليل نيل لا يوجد أي شيء يمكن أنه ضرب التحليل غش التحليل هذا ليس حجة أن الولدي لا يوجد عين نظيفة لا يمكن أن يكون ماخذ مادة لا تبين في التحليل مرة ثانية يمكن أن يكون ضرب العينة وفي مئة ومئة طريقة لضرب عينة التحليل فيرجى الانتباه يا جماعة عالم الإدمان عالم معقد وتساؤلاتكم آن زين لما يدخل المستشفى ما يحقد عليه يحقد عليك في البداية طبعا يحقد عليك في البداية لتندخل غصب المستشفى ولكن إذا خضع للتأهيل لا ما راح يحقد عليك راح ييبوس راسك ويشكرك أنك أنت دخلت المستشفى فيرجى الانتباه يا جماعة ما نخضع للأسئلة المقلقة اللي داخل مخنة عن الإجابة ونتخذ قرار حازم من غير اللجوء للعاطفة من أجل مصلحة ولدنا وعلاجه ويعطيكم العافية اشتركوا في القناة